خلينا نسأل ريم لما بابا خادك وصغيرها انت عندك 11 سنة يلا يا ريم راحين تمين السكواش المضرب تقيل والملعب واسع حبيت اللعبة دي ازاي؟ انا حبيتها يعني عشان كنت بلعب مثلا مع اصحابي وكان بباقي بيلعبها فحبيتها اتبسطت بيها؟ مدقيتش المضرب تقيل وبيسقط من ايدك؟ لا طيب في الاول ببقى في صعوبة ان الكرة تيجي في المضرب صح؟ طيب وبعد ما بدأت بقى تلعبي كويس وحسيت ان انت ممكن تبقي بطلة؟ او طيب قالك سؤال وتقوليلي بصراحة بابا موجود انت دخلت بطولة الجمهورية ونادي الاهي اشتراكلك ودخلتي وكل حاجة كنت حاسن تكسبي؟ ايه الثقة دي؟ طبعا كان عندك ثقة؟ او طب اللي لعبتي مع الناس تانين او لعبة تانين قبل كده وحسيت ان انت افضل منهم؟ او انا كنت قابلة بطولة يعنيشان خطسك لان انا هاخد الاول ان شاء الله كنت قابلة بطولة لعبتهم في النادي مع الناس كبار اكبر منك او كمتشو باع مين بقى لعبتي معهم اكبر منك؟ او واحد اسمه عمر شريف اعمل شريف طبعا عارفه عمر شريف عمر شريف عارفه ومين تاني؟ لعبتي معي؟ ومين تاني؟ وكنت لعبتي مع خديجة عمران خديجة تمام ومين؟ او او مصطفى عسل قال لك ايه؟ مصطفى عسل بقى قال لك ايه لما اكسبت قال لها ايه مصطفى عسل؟ قال لها قبل البطولة بيومين ثلاثة كان هو بيدرب وقال لها هاريم البطولة ديت عايزك تطلعي الاول فاكرة؟ اه بتتفرج على مصطفى عسل؟ اه يعجبك لابو؟ اه طيب انت لعبت معها مكسبتي وفحسيت انها جمد انا اقدر اروح لبطولة كسبب طيب انت لعبت بطولات تانية غير الجمهورية السندي؟ اه لعبت الجزيرة مثلا؟ اه خدت فيها ايه؟ مركز اول ما شاء الله دي كاسة هون دي الجزيرة جيبت هولك على طول انت تقول لها انا اجيبه على طول طيب وايه بطولات تانية لعبتها؟ اه لها كت بطولة عربية في فولم هيلز كويس خدت ومركز اول ما شاء الله يعني انت بطلة عرب بطلة عرب في سنه ممتازة انت معلومة برافع الهوة اهو طيب ولقبت حاجة تانية غير بطولة عربية؟ ولعبت بطولة منطقة اسكندرية عملت ايه؟ خدت تاني ما شاء الله هايل ايه تانية؟ ومنطقة الكاهرة برافو ايه؟ خدت وردو تاني ما شاء الله كويس اه انت خدت على الجمهورية؟ اه ما شاء الله طيب انت تصنيفك على مصر دلوقتي في المركز بتاعك او سنك كام؟ الاول الاول ما شاء الله اللهم صلى على نبي ربنا احفظك يا رب طيب ريم قوليلي اه مين مسك الاعلى؟ اه هانيا الحميمي نور الشربيني لها دخلع جدا على كلها اه بص ريم ما بتحذرش جابتلك اتنين لها جدك دين قوي هي بتحب جدا نور الشربيني نور الشي طبعا يعني ده يعني نور دي بقت اسطورة على فكرة مش لعبة بس نصنيف اول دي بقت اسطورة شفتيها بتلعب في الملعب؟ او طب اكتر حاجة بتعجبك في لعبها ايه؟ اه انها ما يعني ما بتحبش تخسر بسهولة بتلعب حلو كويس ما بتسيفش الجيم اه طيب اه يعني انت عرف انها مش تلعب البتولة اللي جاي عشان مصاب؟ او اه يعني في اخر سايدو في سبورتوس يعني ان انت بتتصابي فعادي بس بعد اشار عليك انا بتكلم ان نور الشربيني بتتعامل مع الاصابة وهتخش يعني يعني لعيبة كبيرة طيب خلينا نتكلم عن اللي جاي انت خلصت حداشر سنة كده؟ ولا لسه عندك سنة كمان؟ اه سبعة وعشرين تلاتة اه يبقى انت هتلعبي من سبعة وعشر تلاتة هتلعبي ان شاء الله تحت خمستاشر اه تلاتاشر اه كمان ده مفيش اربعة ايام اه طب انت لعبت بطولة تحت خمستاشر جربت نفسك او accents تحت تلاتاتاشر ما عليش عشان الله يعني رودودها وكلامها واشلوبها واديني ان طبوعنا هي تلاتاستم محايزة انا انا تعثم ياخذري بسم الله معش لا الله يعني ان شاء الله ربنا احفظها يا رب يعني انت تحت تلاتاشر لعبت بطولة كده جربت نفسك واه كنت خدت تالت بسم الله ما شاء الله هلنا بنتكلم يا جماعة تحت تلاتاشر عشانشرح لحدنتظركم بتلعب مع اللي أكبر منها بسنتين اللي أكبر منها بسنتين بسم الله ما شاء الله لقيبت بطولك بطولة إيه نيوجيزة وقابت زمان برضو من صغيرة لأ أخر واحدة نيوجيزة خدت فيها المركز التالت ما شاء الله إن عابت مع اللي أكبر منك بسنتين ما شاء الله يا رب يحفظك وخدت المركز التالي